من جهته أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطرونة أهمية اللقاءات المشتركة بين الأردن والكويت معربا عن تطلعه لأن تثمر مزيدا من الشراكة والتكامل وبمناسبة زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء شيخ جابر لمبارك إلى الأردن قال الطرونة أن العلاقات على المستوى البرلماني في البلدين تجسد حالتي الثقة والتعاون في توحيد المواقف موضحا أن التنسيق كان عاليا بين برلماني الأردن والكويت في كافة المحافل الدولية من جانبه أشاد رئيس الوزراء الأردنية الدكتور عمر الرزاز بعلاقات بلاده مع الكويت واصفا إياها بأنها نموذج يحتذى به للعلاقات العربية العربية وذكر الرزاز أن البلدين على موعد مع التوقيع على اتفاقيات ثنائية وبرامج مشتركة تؤثر العلاقات أكثر وتزيدها ترابطا